لديك المجموع التالي 2 زائد 5 زائد 8 زائد 11 أي التعابير التالي يمثل هذا المجموع؟ اختر جميع الإجابات الصحيحة أوقفوا الفيديو وحاولوا حل السؤال بأنفسكم عندما تنظرون إلى المجموع تلاحظون أنكم تبدأون بالعدد 2 ثم تضيفون 3 للانتقال من الحد إلى الحد الذي يليه ولديكم أربعة حدود وبدلا من أن نحاول كتابة مجموع هذه الحدود باستخدام رمز المجموع Sigma انظروا إلى الخيارين في الأسفل وحاولوا كتابة حدود كل منهما ابدأوا بمجموع المتسلسلة الأولى يبدأ المجموع عند N يساوي 1 وعليه الحد الأول هو 3 ضرب 1 ناقص 1 ثم زائد الحد التالي عند N يساوي 2 تحصلون على 3 ضرب 2 ناقص 1 ثم عند N يساوي 3 يصبح لديكم 3 ضرب 3 ناقص 1 وأخيراً 3 ضرب 4 ناقص 1 إذن تحصلون على هذا الحد عند N يساوي 1 وهذا عند N يساوي 2 ثم N يساوي 3 وأخيراً N يساوي 4 وتوقفنا عند N يساوي 4 لأنه الحد الأعلى كما ترون فوق رمز Sigma 3 ضرب 1 ناقص 1 يساوي 2 وهو الحد الأول في المجموع الموجود في السؤال 3 ضرب 2 ناقص 1 يساوي 5 إلى الآن هناك تطابق في أول حدين 3 ضرب 3 ناقص 1 يساوي 8 والحد الثالث متطابق أيضاً 3 ضرب 4 ناقص 1 يساوي 11 إذن الخيار الأول خيار صحيح انتقلوا إلى الخيار الثاني عند N يساوي 0 تحصلون على 2 زاء الثلاثة ضرب 0 ويساوي 2 عند N يساوي 1 الناتج هو 2 زاء الثلاثة ضرب 1 ويساوي 5 عند N يساوي 2 لديكم 2 زاء الثلاثة ضرب 2 ويساوي 8 وهذا منطقي فكما تلاحظون كلما ازدادت قيمة N بمقدار 1 تضيفون ثلاثة للانتقال إلى الحد التالي وهو النمط الذي وجدتموه في المجموع أعلاه أخيراً عند N يساوي 3 تحصلون على 2 زاء الثلاثة ضرب 3 ويساوي 11 إذن الخيار الثاني صحيح أيضاً السؤال التالي في هذا السؤال أعطاكم السؤال المجموع مكتوباً باستخدام رمز سيجما وعليكم اختيار إجابة واحدة صحيحة فقط كما فعلتم في السؤال السابق اكتبوا حدود هذه المتسلسلة والفرق الوحيد هنا هو أن لديكم متغير وهو K حسناً عند N يساوي واحد تحصلون على K تقسيم واحد زائد واحد عند N يساوي اثنان يصبح لديكم K على اثنان زائد واحد عند N يساوي ثلاثة الناتج هو K على ثلاثة زائد واحد أخيراً عند N يساوي أربعة لديكم K على أربعة زائد واحد وعليه حدود المتسلسلة هي K على اثنان زائد K على ثلاثة زائد K على أربعة زائد K على خمسة وهو الخيار الأول وقد كان بإمكانكم معرفة الخيار الصحيح بمجرد النظر إلى الخيارات المعطى في السؤال فكما تلاحظون الخيار الأول هو الخيار الوحيد الذي يوجد فيه K في البسط بخلاف باقي الخيارات انتهى الحل